موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس عظمة والتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع رئيس مايكروسوفت العالمية التعاون المشترك رئيسة البرلمان الأوروبية تلتقي بالرئيس الأوكراني وتتعاهد بتقديم كل ما تحتاج أوكييف لتحقيق النصر التاسعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم إلى تلفزيون المصرية أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي تصال ناتفيا مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار من جانبه أعرب السلطان العماني عن خالص شكره وامتنانه لأخيه الرئيس السيسي متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على الوجه الأكمل ليعكس العرض المتحفي عظمت وتفرد عراقة الحضارة المصرية القديمة وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة المساندة لقطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور مصطفى وزيري أمين عامل مجلس الأعلى للآثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطع السياحة في مواجهة التدعيات الناجمة عن الأحداث الرهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021 فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والأثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العلاقات المتميزة مع شركة مايكروسوفت العالمية في بجال تطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وخطط التنمية في مصر وخلال لقائه مع برادث ماث رئيس الشركة أكد مدبولي أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لا سيما فيما يتعلق بإنشاء مركز بيانات للشركة في مصر من جانب آخر ثمن رئيس الوزراء رغبة شركة مايكروسوفت الدعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 27 عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زياراته الرسمية لجمهورية كبرص كانت الزيارة قد استمرت لعدة أيام وعقد خلالها الفريق أسامة عسكر عدة لقاءات مع المسؤولين هناك وعلى رأسهم الرئيس الكبرصي ووزير الدفاع الكبرصي عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية كبرص حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وكبرص والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس الكبرصي نوكوس أنستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع الكبرصي وقائد الحرص الوطني القبرصي حيث نقل له تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نقل تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فيما أشاد الرئيس الكبرصي بالعلاقات المصرية الكبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري الكبرصي في ضوء عمق الرابط التي تجمع بين البلدين والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلانبوس بتريدس وزير الدفاع الكبرصي حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وكبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه أشار وزير الدفاع الكبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرص الوطني الكبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لسيما في المجال العسكري بين مصر وكبرص كما شهدت الزيارة وعقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والكبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أعقبها زيارة الفريق أسامى عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدة البحرية القبرصية كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تكللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بوسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وإتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة العنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة قطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءة الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40.626 قضية تامونية متنوعة من بينها 635 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 10.338 استوانة وضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1.45.349 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 210 قضية بيع السلع تامونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن سلع غزائية وتامونية متنوعة وضبط 52 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 104 طن سلع مدعمة متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 265 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غزائية متنوعة و92.985 عبوة زيت طعام و338 طن أسمنت وقرابة 5500 طن حديد تسليح كما تم ضبط 1683 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 7000 طن سلع غزائية متنوعة و41.119 عبوة زيت طعام وقرابة 451 طن أسمنت و491 طن حديد تسليح وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 741.292 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16.849 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 940 سائقا منهم كما تم المرور على 511 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4142 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية خمس حالات كما تم فحص 3629 مركبة مدارس تبين مخالفة 65 مركبة الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2214 سيارة و279 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 64.5282 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 327.601 قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت اكثر من 272 مليون جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1042 قضية من بينها 677 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196.795 وحدة فنية و365 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت 73.209 نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهي ومضبوعات تعليمية وادبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والادبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 326 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة 1.5 مليار جنيها وضبط عدد 277 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها قرابة 79 مليون جنيه مصرية وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 7576 قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخسانة العامة للدولة أكثر من 23 مليون جنيها في هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى وأغلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 83 قضية تموينية بمضبوطات تقترب من 96 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 33.5 طن سلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 11 طن و 35.500 قطعة مستلزمات طبية في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 37 طن حديد و 13 طن أسمنت تتابع وزارة التنمية المحلية مع جميع المحافظات توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار خلال أيام شهر رمضان المعظم هذا وقد وجهت الوزارة بمتابعة حركة الأسواق وتوفر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم وكذلك المرور الميدانية على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر والتي تمت إقامتها للبيع لبيع السلع الغذائية والتوسع في معارض أهلا رمضان في المدن والمراكز فضلا عن استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار من جانبه أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وبأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 30% بالمنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة أضف محافظ القاهرة أن هناك أرصدة كافية بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز والبوتجاز تفقد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشاء الأسواق ومعرض أهل رمضان بمدينة العريش وذلك للإطمئنان على توفر السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة خلال الجولة التفاقدية للمحافظ أكد على توفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر علاوة على توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية والوقود وذلك لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم بمختلف الأسواق تزين مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لاستقبال المصليين في أول صلاة ترويح بالمسجد في هذا العام وتستمر إقامة الشعائر الدينية بالمسجد طوال الشهر الفضيل وما بعده للمزيد من الحالة الآن في المسجد ومستقبله من مصلينا احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية كل عام وأنت بخير أرجو أن تصف لنا الأجواء في هذا المسجد العريق الذي بني في عام 549 من الهجرة والموافق 1154 من الميلاد والذي يعد أشهر مزار إسلامي في مصر يتقدم ويتوافد إليه المسلمين في شهر رمضان الكريم نعم بالفعل فرحة عامة المكان هنا خصوصا في افتتاح مسجد الحسين بعد ترميمه وتجديده من الخارج ومن الداخل هذا الافتتاح أو هذا الترميم والتجديد الذي بدأ منذ أسبوعين تقريبا وكان من نتوقع أن ينتهي في منتصف رمضان ولكن كان العمل مستمرا على مدار 24 ساعة حتى انتهى بالفعل بيئة الأمس وأقيمت اليوم صلاة العشاء وأيضا صلاة التراويح بفرحة عامة رصدتها أيضا مع المواطنين فور انتهائهم من الصلاة هذا المسجد بالطبع مسجد الحسين الذي بني وسمي على اسم السيد الحسين رضي الله عنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المسجد تم تجديده من الخارج بالدهانات المختلفة وأيضا تم تجديد الساحة الخارجية للمسجد وتم يعني وضع هذا الصور الحديدي وتم أيضا تجديد البوابات الرخامية الخاصة بالمسجد وهم ثلاث بوابات مثل بوابة الباب الأخضر التي تم تجديدها بالفعل هذا المسجد الذي يتسع على مساحة 3334 متر مربع يستقبل المصلين على مدار شهر رمضان الكريم بالطبع رصدت أيضا مع المواطنين فرحتهم بالصلاة في مسجد الحسين خصوصا في شهر رمضان الكريم وأيضا هذا المسجد ربما كان له عدة مرات للترميم والتجديد بدأت بألف وثمانمائة واحد وسبعين ثم ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين وانتهت هذه المرة عن طريق هيئة الأثار والحكومة المصرية للتجديد للمرة الثالثة هذا المسجد بالطبع كما ذكرت كريم الصورة من خلفك تحكي من البهجة والسرور احتفالا بإعادة تزيين وافتتاح المسجد لاستقبال زوار شهر رمضان الكريم على كل أحوال شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري من أمام مسجد الحسين بالقاهرة كريم بيبرس شكرا جزيلا لك التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ مع جيفي ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجمع كولومبيا الأمريكية يأتي اللقاء في ضوء حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المناخ حيث بحث الجانبان قضايا عمل المناخ الدولي والتنمية المستدامة أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا ناتفيا بنظير الفرنسية جون ايف لودريا بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المسارات وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وناقش الوزيران خلال الاتصال آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها السلبية على الاقتصاد الدولي حيث أوضح شكري في هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات إيجابية لاحتواء تلك الآثار وعلى صعيد آخر أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الألمانية وركز خلال الاتصال على سبل دعم العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي كما تم تناول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية شارك وزير الخارجية سامح شكري أيضا عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع تنصيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري وذلك بشأن الأزمة في أوكرانيا ويأتي الاجتماع الافتراضي استعدادا لجولة مرتقبة يقوم بها الوزراء إلى كل من موسكو وورسو تعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لرئيس الأوكراني بتقديم كل ما تحتاجه بلاده لتحقيق النصر جاء ذلك خلال لقاء رئيسة البرلمان الأوروبي بالرئيس الأوكراني فلودمير زالانسكي أثناء ذيارته القصيرة التي قامت بها للعاصمة كيب كانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد التقت باللاجئين الأوكرانيين في بلدة أوتوك القريبة من العاصمة وورسو معربة عن شكرها للدعم الذي يقدمه البولنديون للاجئين أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زالانسكي أنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسية الناتو فإن ذلك سيجعل الحلف أقوى بكثير وأضاف زالانسكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حاليا اقتراح كيب بشأن مشاركتها في اتفاقية أمنية من شأنها أن توفر دعما طويل الأجل إلى أوكرانيا قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الأوكرانية استعدت السيطرة بالكامل على أراضي منطقة كيب كان مستشار الرئيس الأوكراني أولاكسي أرستوفيتش قد أكد أن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية لتراجع شمال شرق وشمال غرب العاصمة كيب واضحا أن مدينة ماريبولا الساحلية الحاصة المحاصرة لا تزال صامدة بعد أسابيع من القصف المستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإلى اليمن حيث رحب لمين العامل جماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي وفقت الأطراف اليمنية عليها وتدخل حيث النفاذ اليوم وتستمر لمدة شهرين وأكد أبو الغيط أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفقمت معانتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات كما ناشد أبو الغيط الأطراف اليمنية باحترام الهدنة وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد هذا وقد رحب أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخالجي نيف الحجرف بالإعلان عن الهدنة ووقف أشكال العملية العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود كما رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز النفاذ اليوم وتستمر لمدة شهرين تابع محافظة الأسكندرية محمد الشريف أعمال توزيع صناديق الحماية الاجتماعية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة من خلال قوافل وصل الخير وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بأحياء الشرق ووسط الأسكندرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد الشريف على الاستعدادات المكثفة لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية مثمنا جميع المبادرة الهادفة لتقديم الدعم والتخفيف عن البسطاء بالمحافظة أعلن منصق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد ترك عن استقبالي ألفين صندوق مواد غذائية ضمن المبادرة مبادرة وصل الخير لخدمة أهالي قرى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وأضاف ترك أنه بذلك يصل إجمالي وما استقبلته المحافظة إلى ثمانية ألاف صندوق تم توزيعها على سبعة مراكز مختلفة لافتان إلى أن القافلة تأتي ضمن الموجة الأولى لمجموعة من القوافل التي ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي مختلف مراكز المحافظة تباعا أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت زيادة ملحوظة في إعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية هذا وقد بلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير وحتى مارس خلال العام الجاري نحو 5300 سفن بنسبة زيادة قدرها 15-18% عن نفس الفترة من العام الماضي هذا وحققت قناة السويس خلال الربع الأول من عام 22 في الفترة من يناير وحتى مارس زيادة قدرت بـ 20% من حصيلة إيرادتها بالدولار وقد سجلت عائدات القناة مليارا و 691 مليون دولار أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المتوسط اليومي لعدد الإصابة بفيروس كرونة خلال الإسبوع الماضي بلغ 559 حالة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تجريها الوزارة فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة ثماني حالات يومياً وأوضحت وزارة الصحة أن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كرونة خلال الإسبوع الماضي بلغ 565 متعافياً وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم كما أشرت الوزارة إلى أن أجمالية عدد المتعافين من فيروس كرونة منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد بلغ 438458 متعافياً يتوقع خبراء هيئة الأفساد الجوية أن يسود غداً لحط تقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ماء للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد ماء للبرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد وهذه درجات الحرارة متوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدرجات الحرارة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسع من التلفزيون المصري ولم يتبقى سواء نذكر بأهم العنوي الرئيس سيسي وجهه بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصرية الكبير على أكمل وجه ليعكس عظمة وتفرض وعرقة الحضارة المصرية القديمة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يبحث مع رئيس مايكروسوفت العالمية التعاون المشترك رئيسة فرمال الأوروبي تلتقي بالرئيس الأوكراني وتتعهب بتقديم كل ما تحتاجه كييف لتحقيق النصر بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع نهاية أخبار التاسعة لكن هواق التاسعة مازال مستمرا مع الزميل العزيز يوسف الحسيني إزاك يوسف كل سنة وانتطيب إزاك مصطفى كل سنة وانتطيب إزاك رمضان كريم رمضان كريم علينا كلنا جميع وإحنا بس التلاتة اللي جينا الشغلي يعني زملائنا كلهم من المزعين يعني طبعا ده بخلاف زملائنا في صباح الخير برضو جهب بس دول بيجوا يروحوا يناموا إحنا بنتمنى لكل واحد معانا في التطوير السلامة يوسف ورمضان وصوم مقبولة صوم مقبولة مننا ومنكم جميعا بإذن الله على كل حال رمضان كريم هنفتر بعد الهواء إن شاء الله هننتظرك بعد ما تخلص بعد الهواء هيحصل إيه؟ هنفتر مع بعض إحنا لسه نعيدي الفطار مرتا ولسه مافترتوش؟ أه ولا أنت ناوية الصحة؟ لأ شربنا حاجة خفيفة كده حاجة في البسيط كده بسم الله هنتابع مع الجمهور طبعا مفكراتك المتنوعة واللي حاصل في رمضان كله سواء في الدراما أو في سوق الدراما في كل المستويات المختلفة خلينا نسيب أبيها الجمهورك حبيبي يا مصطف ربنا خليك رب شكرا واستأذلك لندق فقراتنا وانتوا طيبين